بدأت مفاعل التقارب المصري التركي تظهر بوضوح بعد عقد من انقطاع العلاقات بين البلدين فإثر زيارة وزير الخارجية التركي مولود شووش أغلو للقاهرة السبت الماضي أعلن اليوم عن رغبة بلاده أو أعلن عن رغبة بلاده في إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق بالغاز المسال مشيرا إلى إمكانية تصدير الغاز المصري أيضا عبر تركيا إلى دول أخرى كذلك كشف الوزير التركي أنه جرى البحث خلال زيارته لمصر تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الحوار العسكري هل تتسارع خطوات التقارب بين مصر وتركيا بعد سنوات الجفاء وهل يقرب ذلك اللقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان معنا الآن من القاهرة الخبير في الشؤون التركية بشير عبدالفتاح دكتور بشير مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذا المسار مسار تطور العلاقات المصرية التركية بعد عقد تقريبا من الجفاء والخصومة الكبيرة دعني أصفها بداية هل تسير الأمور على الأسس الصحيحة من الجانب المصري حتى نقول أنه بالفعل هناك عودة مستقبلية قريبة ربما للعلاقات الطبيعية بين البلدين تحية لك عزيزي مهند ولكل مشاهدي سكاي نيوز عربية الأكارم بالفعل نحن بصدد تحول نوعي في العلاقات المصرية التركية بعد جفاء دامة عقدا من الزمن كانت الأمور تمضي ببطء شديد وكانت هناك أزمة ثقة تجوزها ربما كان صعبا لكن متغيرين أساسيين دفع بالأمور وجهة مختلفة المتغير الأول الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتها المرتقبة على النظامين الدولي والشرق أوسطي والمتغير الثاني هو كارثة الزلزال التركي المتغيران معا فرض على كل من أنقرة والقاهرة تسريع وتيرة الإجراءات التقاربية البطيئة والمترددة بينهما أربع ملفات خلافية كانت تحول دون حدوث هذا التقارب هي حسب الترتيب والأهمية الملف الليبي ملف شرق المتوسط ملف سوريا ولبنان وأخيرا يأتي ملف الإخوان المسلمين كانت مصر تضع شروطا واضحة وهي اتخاذ تركيا خطوات عملية إيجابية وإجراءات لبناء الثقة وإظهار حسن النواية في الملفات الأربع كانت تركيا متباطئة تتحرك في ملف الإخوان تتقاعس في شرق المتوسط تتردد في ليبيا تتيبس في سوريا والعراق لكن كارثة الزلزال أعطت مظلة لكل الطرفين من أجل تسريع وتيرة التقارب بغية التأقلم مع التغيرات التي تطرحها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أجبرت الطرفين على الانخراط فيما يسمى بالإقليمية الجديدة الإقليمية الجديدة هي تجاوز الحسابات الأيدولوجية والخلافات السياسية من أجل إيجاد مصالح اقتصادية في ظل وضع الجيو سياسي تفرضه تداعيات هذه الحرب طيب الملفات الأربع دكتور بشير التي أشرت إليها من منها يبقى بحاجة إلى تعاطي جاد وفعال معه حتى يتم الانتهاء يعني أنت ذكرت ملف الإخوان ربما كان هناك حلحة أو نوع من الحلحة لا فيه ولكن الملفات الأخرى ليبيا مثلا هل تركيا مستعدة للنظر بشكل جاد مثلا على سحب المرتزقة المرتبطين بها على اتخاذ مواقف مختلفة فيما يتعلق بالأزمة الليبية الملف الخاص بالإخوان المسلمين مهند هو ملف ثنائي بالأساس ربما يكون ثنائي تركي مصري ثم إقليمي إلى حد ما لذلك كان من أسهل الملفات وتحركت إدارة الرئيس أردوجان في بعض الخطوات عبر تسليم بعض المطلوبين أو ترحيل آخرين أو تجميد منصات إعلامية وسياسية كانت تهاجم القاهرة ولذلك كان التحرك فيه سهلا إلى حد ما بينما الملفات الثلاث الخلافية الأخرى سوريا والعراق وشرق المتوسط وليبيا هي ملفات تتسم بطابع دولي بمعنى أن تركيا ومصر تختلفان في المقاربات الخاصة بالتعاطي معهم ولكن البعد الدولي حاضر بقوة روسيا والولايات المتحدة وإيران موجودون في سوريا والعراق في شرق المتوسط أيضا روسيا والولايات المتحدة موجودتان في ليبيا المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة لذلك أعتقد أن تركيا ستواجه ضغوطا ليس فقط مصرية وإنما دولية فيما يتصل بوقف تصدير المرتزقة ووقف تزويد ميليشيات مسلحة بالسلاح الانتهاء عن عسكرة الأزمة الليبية وفتح المجال أمام المصاري السياسي والتسوية الدبلوماسية للأزمة باعتقادي أن تركيا ستراجح حساباتها في هذه الملفات الثلاث خصوصا وأنها بحاجة ليس فقط إلى استرضاء القاهرة من أجل تطبيع العلاقات معها وإنما لتحسين العلاقات القلقة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمعنيان بالأساس بالملف الليبي لأسباب أمنية واقتصادية فضلا عن ملف شرق المتوسط لأسباب اقتصادية تخص أمن الطاقة الأوروبي عندما تتحدث دكتور بشير عن استرضاء القاهرة يعني يفهم من الكلام أن تركيا هي من سيقدم التنازلات وليس هناك تنازلات من الجانب المصري هل هذا دقيق؟ إلى حد كبير مهند لأن تركيا هي التي بدأت الأزمة مع مصر حينما أعلن الرئيس التركي في يونيو 2013 بأنه لا يعترف بالنظام الحالي في مصر وأنه يفسر ثورة الثلاثين من يونيو من الشعب المصري المدعوم من القوات المسلحة وقت ذاك ضد حكم الإخوان المسلمين بأنه انقلاب عسكري الرئيس التركي بدأ يغير من موقفه تدريجيا اعترف بالنظام في مصر وبدأ يتحدث بشكل إيجابي عنه حتى حدثت المصافحة التاريخية بينه وبين الرئيس السيسي في الدوحة على هامش افتتاح مونديال قطر لكأس العالم في نوفمبر الماضي وجاء اتصال الرئيس السيسي به بعد ذلك على خلفية الزلزال ثم زيارة وزير الخارجية إلى تركيا ثم زيارة وزير الخارجية التركية إلى مصر والترتيب للقاء بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان سيبدأه الرئيس أردوغان من جانبه باعتقادي أن القرار اتخذ بأن الرئيس أردوغان سيزور القاهرة لكن القضية هي التوقيت الرئيس التركي يدرس إذا كانت زيارته للقاهرة قبل انتخابات 14 مايو المقبل ستعزز موقفه التنافسي الانتخابي أمام المعارضة أم أنها ستضر بهذا الموقف إذا ما ثبت له أن هذه الزيارة ستصب في مصلحته انتخابيا سيقوم بها في عيد الفطر المقبل متخذا من هذه المناسبة مظلة للمبادرة أما إذا ثبت له أن هذه الزيارة ستؤثر على شعبيته وموقفه الانتخابي كون قطاع من الأتراك يتعاطف مع الإخوان المسلمين سيرجئ الزيارة لتكون مصر أول دولة يزورها الرئيس التركي عقب نجاحه في الانتخابات الرئاسية إذا ما تم ذلك أخيرا دكتور بشير لافت هذه الدبلوماسية التركية الجديدة إذا جاز التعبير وصفها محاولة لإذابة الجليد مع دمشق محاولة لإذابة الجليد وتحسين العلاقات مع السعودية نفس الشيء الآن مع مصر كيف ترصد وتراقب هذه التحركات التركية في الفترة الأخيرة أستطيع أن أرصدها من زوايا متعددة الزاوية الأولى تطورات داخلية تركية وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع عشر من مايو المقبل والتي تحالفت المعارضة للمرة الثالثة في مواجهة الرئيس التركي رغبة في الإطاحة به الأمر الثاني انضمام حزب الشعوب الديمقراطي صانع الملوك في تركيا والذي يمتلك ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين صوت يمكن أن تغير مجرى الانتخابات وإعلانه الإنحياز إلى المعارضة في مواجهة تحالف الشعب الحاكم تغير إقليمي على الأزمة الاقتصادية الطاحنة والاقتصاد التركي كما نعلم أو تورد إيكونومي أي يعتمد على الخارج المواد الخام تأتي من الخارج مصادر الطاقة من الخارج الأسواق في الخارج الاستثمارات تأتي من الخارج التكنولوجيا تأتي من الخارج لذلك لا يمكن لتركيا أن تنهض اقتصاديا وهي في حالة قطيعة وتأزم مع دول الجوار إقليميا تبدو محاولات التقارب الإسرائيلي مع دول عربية عديدة بما يؤدي إلى عزلة تركيا دوليا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها كل ذلك دفع الرئيس التركي للتحرك من أجل تفويت الفرصة على المعارضة التي كانت دائما تؤكد بأنها ستعيد العلاقات التركية مع كل دول الجوار التي خاصمها أردوغان لا سيما مصر وبالتالي هو يريد أن يحسن موقفه الانتخابي ويعزز وضعه الاقتصادي ويتأقلم مع التداعيات التي ستخلفها الحرب الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط وعلى العالم برمته شكرا جزيلا لك الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية كان معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك